عيّا للصلاة وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها جماء الخير كله للعبد في معاشه ومعاده ولهذا كانت التقوى وصية الله لعباده جميعا الأولين منهم والآخرين قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا عباد الله أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا معاشر المسلمين هي نعمة الهداية إلى هذا الدين هذا الدين الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الشتات والفرقة إلى الألفة والاجتماع ومن طرق الشقاوة والهلاك والرداء إلى طريق السلامة والسعادة والنجاة قال الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ألا فلنشكر الله تعالى على هذه النعمة وذلك بالمحافظة على الدين أصوله وفروعه وفرائضه وسننه ولننشر محاسنه وفضائله بالقول والعمل ولن نتمكن من ذلك أبدا إلا بالاعتصام بمصدريه المعصومين ومنبعيه الأصيلين كتاب الله الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا فقد وصى الله تعالى بهما في القرآن العظيم ووصى بالتمسك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الله تعالى في الوصية بالقرآن والحث على الاحتداء بنوره إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال عز من قائل سبحانه في الوصية بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد الإقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بكتاب الله كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع في حجة الوداع وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إني اعتصمتم به كتاب الله رواه مسلم في صحيحه وروى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني قد تركت فيكم شيئين إني قد تركت فيكم شيئين لن تدلوا بعدهما كتاب الله وسنة صحاه الشيخ للبان رحمة الله عليه قال الإمام المناوي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث هما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا بهما والعصمة والنجاة في التمسك بهما فوجوب الرجوع لهما معلوم من الدين بالضرورة وفقني الله وإياكم للاعتصام بكتابه وسنة نبيه وجعلنا من أهلهما ظاهرا وباطنا أقول قولي هذا واستغفر الله لولكم تنتو بأليه من سبا من سكال لنك تنتو كمال رغو أما فارغو أموميو بأليه سبحانه وتعالى على نيمولو كان نمنلون من مملون من بكلور ورنطاب بانكير نيمان دينلو أنين نيمبالو إبهكب على لأدم ما سبحانه وتعالى وتنتو بأليه ونيمولو بأليه كان ما تنتو لا بديما روفا نيلينا بولكاتك كوكنا يا سونا يند ولك سونا يا الاما من سونا يند مو بكweg سونا يند ولا يأتينا نبدي ما روفا ين繼 مبالو Next إيق wichtig من كل المنف ход بن عاباس رضي الله تعالى عنه إذا سألت فاسأل الله وإذا ستعنت فاسطعن بالله نبدي روكلا الهدم ما داني نبدي ما روفا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر